تطرف ده أول سنة الحقوق كلية ما انضم حقوق مياه شنو طموحاتكم طموحاتي كما كيف تبدو به صحافياً عالج غير تنافسات داخلية اللي كينا في البلاد لا تنقشي هاد المواضيع فقط مان ياك ساميرا واد بينا رزيلانت فيها ياك واد تكوني صحفية ثنة وهي رميهنة المتاعب عرفها كيف ناعب؟ الصحافة صاحبة الجلالة ميهنة المتاعب الصحافة هي وجه البلد الصحافة هي المتكلم النائب عن المجتمع لكن نتمنى ترقى الصحافة في المغرب وتصبح تعالج تنافسات اللي عنا الحمد لله احنا معناش تنافسات خارجية المغربة كيخرجوا المغرب برا المغرب كيحمر وجهنا شهادة تحقوا لكن عنا تنافسات داخلية عنا تنافسات داخلية بزاف عنا بزاف ديالالاغلاط بزاف ديالالحويج ولكن ها تشركي بقى بيناتنا مع البراني أرى لا يوجد بلد فوق المغرب إلا كانت مسر أم الدنيا فالمغرب وأبوها أبو الدنيا سبارك الله عليك كيف تأتيك ممي شونية مرأة مكافحة لا أستطيع أن أعرفها لا أستطيع أن نعرفها لا أستطيع أن نعرفها أنا اليوم قلبك الأدوار السلام السلام عليكم ورحبا بكم اليوم في مقابلة مع نساء المغربيات المكافحات كانت واجدوا الآن في مدينة تمارا مع سيدة المتقدمة أمامنا لا أنا كان أعرفها لأنتم لا تعرفوا أجب أن نعرفها مع بعضياتنا السلام مرحبا بك عرفي المغربة عليك شما اسميتك اسميتي البوشاوية بشتوية أعرف سناء البوشاوية ترخز في هذه القليات شعر من الأول أختم معنايا ويزن دي وطيفة الخفزة من كتبت كافحهم على الوقت معنا البوشاوية تاجرة بما يسمى القليات في المغرب من سنوات طويلة وتدعى أن هذا هو المرزق أو كما كان قوله في المغربية طرف الخفزة أعودي لنا البوشاوية وش هاد المهنة؟ ملقاتيش مع متاعيب مع الناس دي الزنقاء ملقاتيش مع متاعيب مع الناس دي الزنقاء كل شيء يقول لي الوالدة والوالدة مع عمر شي واحد حكى لي هنا من هذا ما تتكبر بنا وصابي معنا تمتاعيب تعيب عمع الزنقاء نحن كنتقاتل معه قتل مع الوقت قتل مع الوقت من البعد ما كنت سمعوا شيء اللي كتقول لنا السيدة أنا سوريلي أنا أنا جايك أنت ياهو وانترى وخصتك مقابلة في السيسيلة سامير الدودي الغنية عن التعريف هي صحفي وتبعها الصحافات فيما كنت تخلي إلى أي خلاصة كتبت مع سامير الدودي كتتجيب الناس وأدري لي نعرى رأسك سامير أنا سوف أحد وربعين حلقة في برنامج سمسوا اعترافات لم يكشف المغرب ما تفرش شيك في حق هل من ما زيد؟ لم يكشف المغرب معنا اليوم ممكن نقوله المحاربة ممكن نقوله واحد الاسم اللي ما عندوش معناه ولكن عندو معناه في حياته مرأة الماضي راح تفاول موضوع المهم في العلم حياته العلم والعقيل وذلك شي أصلا ميزة خلقنا بها ولكن تفاول مصنعها فعلا كنظن أنا دول حاجة اللي خاصة نقشة كنظنه كمشنا في السلسلة ديالك شو اسمت السلسلة ديالك؟ قس كتفرجي فيها اسمتها اعترافات اعترافات شاهدنا بزاف ديال العيالات بزاف ديالرجال بزاف مشعويدي اللي كتسمعنا خرجال طريق وادي وشفنا بزاف تحويش كندم رأيك في دكتة طبوهات انا شفت صاحة لبناني انا تفرجت فيها اما لاخش الاخر ما تفرجها صاحة ببناني اسمحي لي المقاطعة ما زل معنيش بروتوكول ديالصحابة انا من اللي بكتك انشوف شاشفش اننا رواقيلة عنا المليارديرين في المغاربة بيش تقول لك واحد جاوح الكوفخ في بزاف ديالفلوس ودخل الكازينو ما عندناش ناس من الاهيان ومن الاغنياء انا اكيد طبعا في كل بلد هاد الامرات افا كنت دوي على واحد جاوح الكوفخ ديالطنوبيل وفيها الملاير وشنو دايد خلق المربيها في كازينو ورا هادي هاد هو الطابو هاد هو الطابو هاتي مسكوت على كان ما اكثر من ذلك انتي ممكن حيث بقى شابة ما هتعرفيش هاد العالم كان الناس عندهم من الملايين غيتي تضيعوها في امور ما منها فائدة بحال انتي هادك مثال ديال ديال اللي حكات عنه صحر ما هو الا مثال ديال شخص من من ضمن اشخاص وما كتر اه ساميرا اوش النسب ديالك الدودي انا ملقبة بالدودي لا لا بالنسب ديالي انا ما عنديش لقب ساميرا الدودي اسميتي ساميرا وازواج مناقشين مدابزين عودة الى موضوعنا اه الشهرة احيانا قد تكون نعمة وقد تكون نقمة ياك كيفاش كسبلك انتي الشهرة احنا خلينا امي شوني امي شوني عقص انا كتجيني الشهرة ان كانت على شيء يعني واقع تابت فتستحقوا ان تكون مشهورا ولكن انتي هتكون مشهور تولهي الناس على الاشياء اللي خاصتكم مشهورة فمن الاحسن تخبف داركم كيفا من التفاهم نسولك واحد سؤال نعقب لك انا على نعقب لك انا على تولهي الناس لا احد يولهي اي طرف انتي نكتحي التليفون انتي لكتحكمي في التليفون ياك نكتلع قدامك فيديو انتي عقلك اصابع ديالك يلي قبضة التليفون ياك تتفرج فيه يا نيكت كما تنقولو تحيدي يعك مش مش بضرورة انك مش بضرورة انك تتفرج في ذاك المحتوى المحتويات الاعلى وش هادرة كتطلع قدامك مش بضرورة انك تكون متبعه قدامك شون محتويات اللي كتبعه اكثر اشتباع لا صال لانني كنديل كيكبوكسين ياسه لا اه ممكن غير بارة بكش الكيناتش اللي كنتبعه بغيما كده بشعلي كتبعه ثلاث سنوات أكيد عندك محتويات عبره مثلا اليوتيوب أو هذا كتتفرج فيهم وليس ضروري من هذا المشاهير الأمراض النفسية وقال أن نكون طبيبا نفسانية كنضم حيث تشغيل يوم وفي صباح كنت كنت تفرج في هذا الفيديو على سكيزو في خيني ماشي بهدف أنني كنت طبيبا وكيم بهدف أن أعرف كيف نتعامل مع الناس نحن نحن نسي لداخل ديالك أو لا ما زال ما وصلتش إلى واحد الليفل أنك تشوفي قناعاتك أو لا أتبعي مثلا أنت مش تديري الصحفة أو لا أتبعي طب النفسي أو 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 أكيد عندك أكيد عندك اختيرات عديدة وكي 100% ما نخدم في أنت ما التي تخدمون الوطن مو 100% نخدمي الوطن أمتك؟ أردتش أن يتخدمي الوطن والتعبير عندي عكس تعبير من كأنش نعبر تخدمي في الوطن يا إما بالبيض لا يا إما بصورة فهم ترى بزاف يكن شوفهم اليوم كيخدمون الوطن أحيانا الصورة تقتل الصورة ماذا؟ الصورة تقتل تقتل ماذا؟ تعمق في هذه الكلمة الصورة تقتل لتنخدم الوطن المبادئ تتغير المبادئ تتجزأ الأفكار الحياة تتغير الحياة برمتها تتغير لذلك قتلك الصورة تقتل قد أرى شغف اليوم الفتاة الشابة بعد غد قد أرى مبادئك تتغيرات حياتك تتغيرت لأن نحن ما تتبتينش على مبدأ معين في الحياة لتتغيرات المبادئ تتجزأ يعني خدمة الوطن أنت لقيت عندك في دارة خمس ثواني أو خمس دقائق لقيت عندك تناقض يعني تناقض لا ثابتة لا أعلم أنت تتغير وقيت ذلك ثابتة فأنا في الوقت التي تتجزأ كل شيئ ونرى ما يجبني ونقوم بحاجة تتصليح أو لا تتصليح ما يجبني كنت تتفكر في السم 8 و 18 لا أعلم أنني تتفكر في حالك عندما تتفكر في حالك ما تتفكر في مشاريع لا تتفكر في مشاريع أنا مطموحات أنا أطمحوا إلى ماذا أطمحوا إلى أن أنقى أنا هي أنا والله ما نتغيرش ما نتبدلش ما نتخربكش ما نتغربوه أتمنى اللقاء أكي بعد 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 نقول لها واحد بعد أربع سنوات ياربيس أعطني العمر نتلقاك من أن أربع سنوات في راسك في نفيصان الشخصية أنا معاك في اللايف ولم دينكوا لواحد ولكن هاني خاص لنا أنا مرأة في الواقع إحنا جوج من نونانيس وخلي البساط أحمد كل من يحمل هذا الميكروفون وينتمي لهذا المؤسسة إلا هو مؤطر أكاديمياً ويدرس وعنا شباب في العمر ديالك تدرسوا في المعايد وهذه السنة الثالثة ليلة في المعايد حبيبة قلبي صاحبة الجلالة لم تعد ذاك البراح المفتوح اللي جاك يتخليه قوانين تؤثرها كذلك تكون تعي ما لك وما عليك بشتقدر أنك تخرج وتدير برنامج فيه ست ساعات تحاور ضيوف من شتى أنواع أو من مختلف الطبقات الفكرية والثقافية والعقلانية والجسمانية بشتعمل برنامج فيه ست ساعات وتحاورينها وناس كلها لا بد أن تكون مؤطرة من معاهد خاصة نقول لك حبيبة قلبي ولا بنتي؟ أنت في العمر ضيال بنتي هكذا يا رتيا لا أعرف راسك بنتي لي بقى لا أعرف راسك شنوباغة 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 51 مليون ناس أعمل من المشينا عندها يقول لك إلى الناس السؤال لا تعملين شنوباغة الاختيار الأقرب إلى قلبك شنوباغة الأنصب المهنا الأحبة إلى قلبك أهما ما أحبهما إلى قلبك ماذا نسمى عامة أو خاصة كيف شعرت؟ نحن عملها مباشرة أعطيني مهنة مثلا نحن نغفلها مهنة الأحب إلى قلبك سلمة وبغيتي تحققها هي الأحب إلى قلبك وكتفكري عنك وكتطمحي أنك تصدق نكون تماما في بولس لكن ليس فكرة نكون قصية بالمحاقة مهنة كيف شعرت؟ كيف شعرت؟ كيف شعرت؟ كيف شعرت؟ كيف شعرت؟ كيف شعرت؟ هذه الأحب إلى قلبك؟ هذه الأحب لأنك تدرسي نعم لا أعطيت نعطي علاج لا أعطي علاج مادي بيدي وش الناس اللي كيتم يستقبال لأنهم مطلقون لها حياة اللي يا ساميرا وش هما ناس حقا جاءوا لعندك ومنا ناس مخلصين جايين وش مولا؟ شو يقولوا كنت ساعة كنت شفت في تلفون واحد تحل شيء واحد الحملة صغيرة لأن ساميرا الدودي أكيد هاد الأدرادي سمعت عن تيكتوكر كبار تخافيهم كيعرفون كل شيء أنا لا أعتبر حد كبير في هاد المنصات لا تيكتوكر ولا ولا يوتيوب يعني كبار في هادوك نطلق عليهم مشاويه وليس التيكتوكر كبار تيش كون تيكتوكر كبار هل أني سلي بغا تولي محقيقة وهو اللي تدخلي المحتوى دياله كتلقاي كي كيف سرلك هاد القليا عادي منها خرجاتك ومنها تستفدي كتنودي 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 كتش بديها وكتلقي هادك تيكتوكر تفرش فيه فهذا كوال كبير عن نحنا نمعناش تيكتوكر كبار تبطي كانوا قالوا واحد الجملة كانت طلعت بهاشتاق وقعنا هاشتاق قاعد ما كنتش يا هاشتاق كانت 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 ما فين عرفت سامير الدودي رأمشي يدي كي كنشوف في الإيداع كانت واحد ساميره زعمارة ماشي عدبانت كي كي سحبيه سامير الدودي بانتغف برنامج مجمعه شوف دايبه قال لك سامير الدودي انا اعتذروا لك مقدما لا تعتذري لا تعتذري لأنه لا حاجة تحركوا فيه ساكينا هذا الإنسان اللي قال ساعدك اقولي اللي حبك قلت عليكم تشي ما قلت ما قلتش قاعدة انت ترحتي السؤال سوف نجاوبك جميل جدا مؤسسة إعلامية كقناة الشعب شوف تيفي انا تنفيتي هي صوت لمن لا صوت له وقناة الشعب وبرنامجي هو طابه من الطبوهات المسكوت عنها نناقش فيه جميع الطبوهات المسكوت عنها التي تعد طبوهات لا عيب وحشو ما ولا تناقش ذوك الناس وناس كتر الصحفي الشاطر والمقدم الشاطر والإعلامية الشاطرة هو الذي يبحث عن المعلومة او كيكون عنده مصادر ويزيدون فخرا ان اعلى المشاهدات سجلت لحساب برنامج حياة الليل لما ناقشه من طبوهات عديدة وعديدة وعديدة لان برنامج هنا في الأول وفي الأخير حبيبت قلبي هو للعبرة ولم يكن أبدا للفرجة اني كان جيبوه احنا واحد شخص سجين سابق او مدمن سابق وكان سمعوا حياة وكيفاش كانت وكيفاش وليت وشنو الأسباب والمسببات فكان أعطيو درس وعبرة لشباب اخرين كان أعطيو درس وعبرة لفتيات اخريات متعلمش شو فادولي دار أصدقاء والي دارولو هكا فهناك عبر تستخلص من ذاك البرنامج قناة الشعب هي صوت لما لا صوت له وصلتك المعنى تزاك الله كين اللي كيخطة الى كين اللي كيخطة يا شهدات كين اللي كيوصل المعانات وكيوصل صوت المواطن البسيط وصوت الشعب وما إلى ذلك نخلك تقولي كلمة لأنه وصلنا ساعة لأنه وصلنا والطاقم تبني خلف الكواليس جنود جنود الخفاء يعني أقول لي كلمة أخيرة سألما باش نكمل معامل نكمل معامل أعتذر أنا مهمة على أخذ الأضواء والكلمة كانت ديالك لا تأخذ كل شي ديالك كانت الأصل أنا راجلت على خفلة شنو كلمة أخيرة سألما لا تجردون عقولكم من قلوبكم ولا تجردوا قلوبكم عن عقولكم لأن الكمال ديال الفكر ناتج عن عقل ينتج فكرة والقلب ينتج إحساس لأن الناس اللي اللي كنشوفهم كيدروا الجرائم دابا وذلك شيء أخيرا ما ضفط الناس اللي يفكروا وبعقلهم العقل كنت أعطي فكرة كنت نجيب اللعابة مرابس نجمع المشتوى بل الله بصاف طبيعة الحياة أخيرا ما عزيزانية اللعابة كي أجميدك شي شعباوي يحاجة فيها الشعبي أنا و هاد السيدة هادي قلت لي تريدوا أن تنكر الشعباء و تنكر التقاليد ماللي كنجيب الشيخة كتغني ماللي كنجيبوش هلاللي كنشتوى حرة لن أ крدين قد أن تتقائي جابه الاستثمرة korkد ن proced قد نهاية المخطبة اشتركوا في القناة